قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ومن أصحاب الأصوات الجميلة أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس اليماني رضي الله عنه أسلم في بلده اليمن ثم سافر في البحر مع أخويه وجمع من الأشعريين يريد مكة فألقتهم الريح إلى النجاشي في الحبشة فأقاموا مع جعفر ومهاجرة الحبشة حتى قدموا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم لجمال صوته وقال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال أبو موسى يا نبي الله لو علمت بمكانك لحبرت لك تحبيرا قال أبو عثمان النهدي صلى بنا أبو موسى الأشعري صلاة الصبح فما سمعت صوت صنج ولا مزمار أطيب من صوت أبي موسى وكان عمر إذا رآه قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى وفي رواية شوقنا إلى ربنا فيقرأ عنده وكان من أفقه الناس وأعلمهم بالقضاء قال مسروق كان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وابن مسعود وزيد وأبي وأبو موسى وقال الشعبي كان العلم يؤخذ عن ستة فذكره فيهم وقال أيضا قضاة هذه الأمة أربعة عمر وعلي وزيد بن ثابت وأبو موسى وهو من الأمراء العادلين فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن واستعمله عمر على البصرة وهو الذي فقه أهلها وأقرأهم قال الحسن ما قدم البصرة راكب خير لأهلها من أبي موسى وولي الكوفة زمن عثمان وهو من القادة الفاتحين فافتتح الأهواز ثم أصبهان وافتتح تستر وكان أحد الحكمين بصفين ثم اعتزل الفريقين وكان شديد الحياء قال أنس كان لأبي موسى سراويل يلبسه بالليل مخافة أن ينكشف توفي أبو موسى سنة اثنتين أو أربع وأربعين وقيل غير ذلك وهو ابن ثلاث وستين سنة ودفن بمكة وقيل بالكوفة فرضي الله عنه وأرضاه ورفعه بالقرآن العظيم